شهد المؤتمر التاسع لتجمع المهندسين السوريين المنعقد في مدينة اسطنبول إقامة لقاءات بين الشركات السورية المنضوية ضمن التجمع مع مستثمرين وشركات استشارية متخصصة بتقديم التوضيحات والمشورات المالية والضريبية للسوريين الراغبين بفتح مشاريع أو تطوير مؤسساتهم واستثماراتهم في تركيا سبيلنا ناصر عدنان كان هناك وأعدلنا هذه القصة ليست هناك خطوة واحدة قادرة على الإنجاز إنما مجموعة من خطوات صغيرة قربتهم من تحقيق أهداف وجدولة أخرى الأمر يتعلق بتجمع المهندسين السوريين في تركيا وقد شهد مؤتمرهم التاسع في مدينة اسطنبول تطورا لافتا في بناء نهج وعلاقات اقتصادية تقوم على جمع أصحاب الشركات والمستثمرين ورواد المال والأعمال في مكان واحد قد تتوالد فيه الخطط والأفكار حاولنا نغير مجال اللقاءات من لقاءات اجتماعية أو تدريبية إلى لقاءات مهنية ربما تعطينا دوافع خلينا نقول للقاءات التجارية الشراكات التشبيك بين الشركات بين الباحثين عن العمل يعني ليكون فيه تكامل بين أعضاء التجمع إن شاء الله خلال ساعات من أعمال المؤتمر استمع المهندسون السوريون على اختلاف اختصاصاتهم الهندسية ومشاريعهم المهنية إلى محاضرات ونصائح ترتبط بدراسات السوق والجدوى الاقتصادية وأنظمة الضرائب والمالية التركية فضلا عن التعريف بسبل تطوير الأعمال وإيجاد منافذ للاستيراد والتصدير وبناء شراكات محلية وخارجية لماذا نحن موجودين في هذا المؤتمر؟ نحن في شراكة بين تجمع المهندسين السوريين موجود بتركيا والهدف الأساسي أن الشركات الموجودة في التجمع تعرف عن الفرص الموجودة في السوق فنحن مثل صائدي مشاريع نحن نشتغل على جهتين جهة الأولى أن الشركات السورية الموجودة هنا نحاول نطور أعمالها بأكثر من طريقة بالإضافة إلى الشركات التركية اللي عام تساعد موظفين سوريين وكمان نحاول نساعدها في جلب عقود وطرق للتصدير بشكل عام يتبادل المهندسون السوريون الخبرات المتراكمة في هذا التجمع يقولون أن التشبيك فيما بينهم ساعدهم على بناء كيان ينطق بأهدافهم ورؤاهم أمام الجهات الرسمية التركية كما مكنهم لمد يد العلاقات وبحث أفق التعاون مع بقية المهندسين سواء في الداخل السوري أو في بقية الولايات التركية خارج اسطنبول نحن اليوم بالتجربة الأولى هذه التجربة تشمل المهندسين السوريين في اسطنبول لدينا فرع بعنتاب وإن شاء الله سيكون لديهم نشاطات تانية موازية أو قريبة كثير من هذا النشاط لم يتوقف الأمر على التعريف بالشركات السورية على اختلاف أنشطتها التجارية نظرياً بل امتد الأمر لإقامة معرض مصغر على هامش اللقاءات يعرف بفعاليات كل مؤسسة ويجيب عن تساؤلات المستثمرين وأرباب العمل نحن الهدف من وجودنا أول شيء زرع الوعي تجاه شيء اسمه دراسة سوء دراسة سوء للأسف عم تنعمل بطريقة غير احترافية نحن متخصصين من الولايات المتحدة بهذا المجال وعننا خبرة أكثر من 15 سنة فلأسف عم نشوف أنه في بعض الشركات عم تدخل على السوء بشكل عشوائي بدون ما تعمل دراسة صحيحة وبالتالي هذا الشيء يعمل عليهم كوست تكاليف عالي جداً خطوة أخرى إلى الأمام يخطوها تجمع المهندسين السوريين في تركيا مستفيداً من عاملي الخبرات الشخصية والحاجة المتبادلة مع البلد أما فيما يتعلق ببناء شراكات محلية وخارجية فسيبقى معيار النجاح مرهوناً بالنتائج ناصر عدنان لتلفزيون سوريا اسطنبول للحدث عن هذا المؤتمر وعن نقابة المهندسين ينضم إلينا في الستوديو خالد الصواف رئيس مجلس الإدارة في تجمع المهندسين السوريين في تركيا مرحباً بك سيد خالد أهلاً بك وينضم إلينا كذلك عبر الكائب المهندس خالدون الملقي وهو عضو مجلس الإدارة السابق في تجمع المهندسين السوريين في تركيا أيضاً هو معنا من اسطنبول مرحباً بك وأبدأ معك أستاذ خالد يعني لتحدثنا أكثر عن تجمع المهندسين السوريين في تركيا وعن هذا المؤتمر بالتحديد نعم تجمع المهندسين السوريين هو جمعية غير ربحية موجودة هون في اسطنبول بدأت عام 2017 نشاطات التجمع عموماً كانت تتمحور في تنمية القدرات الخاصة بالمهندسين تنمية مواردهم المالية حتى فيما يتعلقوا نشاطات الاجتماعية والاندماج في المجتمع في الشرائح أو الفترة الأولى من تاريخ تأسيس التجمع حاولنا في مرحلة لاحقة مع بداية العام الحالي بالانتقال لمرحلة جديدة وهي مرحلة الأعمال وكان على إثراء معرض الأعمال الأولى لأي حد هناك مجال للحركة للمهندسين السوريين في تركيا وفتح مشاريع وأعمال؟ المجال صراحة كبير وواسع خصوصاً للمهندسين مؤثرين بأكتر من مجال في العمل نحن عادة كمهندسين مكملين لأي مجال عمل حتى الأطباء اليوم بحاجة للمهندسين الاختصاص للهندسة الطبية الشركات الخاصة هي بحاجة لمهندسين معلوماتية أو ربما الميكانيك لتصنيع الآلات فحركة المهندسين عموماً هي أبسط من بقية الاختصاصات وأسهل الولوج في أي مجتمع يشارك فيه المهندس ويعني المهندس السوري مثل الطبيب السوري مرغوب دائماً في دول التي يذهب إليها أريد أن ننتقل لسيد خلدون ما الذي أراده هذا التجمع والشركات الاستثمارية المنضوية تحت هذا المشروع من منظمة بلدينج ماركتس المعنية بالاستشارات المالية والاقتصادية شفتك لكم أولاً ثانياً هو موضوع تشبيك مع منظمات تجمع المهندسين حالياً مشبك مع عدة جهات من بينها الـ IBF اللي هي International Business Forum اللي هو أكبر تجمع لجمعيات رجال الأعمال للعرب هنا في ستركيا وهذه الشراكة الأولى مع بلدينج ماركتس اللي هي منظمة تعنى بتطوير مهارات السوريين للولوج في سوق العمل كان هذا الاجتماع أو هذا التعاون معهم لتنظيم معرض الأعمال وبالتالي الشركات المنظوية تحت نظلة التجمع لتعرض ما لديها من منتجات وبنفس الوقت تعرض ما لديها من فرص عمل للمهندسين الباحثين عن فرص عمل هل كانت هذه الخدمة على هامش هذا المعرض هل كان فقط للمهندسين أم كان هناك شركات أخرى استفادت من هذا المؤتمر الغالبية هي كانت لمهندسي التجمع لكن دخلت بعض الشركات الأخرى فتحنا المجال لها عن طريق منظمة بلدينج ماركتس لكن الغالبية العظمى كانت لمهندسي لشركات مهندسية تجمع المهندسين كنا نتحدث أستاذ خالد تحت الهواء عن قدرة المهندس السوري اليوم على العمل بشكل عام بالأراضي التركية والمرحل التي يمر بها وكنت تتحدث أن تعديل الشهادة هو من أمور صعبة كما أغلب الفروع العلمية ما هي الصعوبات التي واجهت المهندسين بشكل عام في تركيا؟ صراحة الصعوبات الأساسية التي تواجهنا هي موضوع تعديل الشهادة لبعض الاختصاصات لأن اليوم غير قادرة على العمل في السوق التركي بدون تعديل كالاختصاص الإنشائي أو اختصاص العمارة بقية الصعوبات كانت بالتدريب أو اختلاف متطلبات السوق وهذا الذي حاولنا نسعى فيه بالفترة الماضية يعني بعض البرامج اليوم المستخدمة في السوق التركي لتدريب المهندسين أو عمل المهندسين غير مستخدمة سابقا في خبراتنا السورية والعكس الصحيح فكانت هي الصعوبات التي نحاول نذيلها بالفترة الماضية كذلك الأمر تسويق المهندس يعني اليوم فيه دائما شك بين الخبرات الموجودة والخبرات المحلية أفضل أو الخبرات السورية أفضل عم نحاول من خلال هذه المعارض نسوق للخبرات السورية الموجودة عندنا في منها مر بعد الدول يعني مر بدول الخليج ربما مر بدول أوروبية أو حتى بتركيا فبالتالي عم تكون الخبرات السورية صراحة أعمق وأكثر تأثيرا في الشركاتهم في تركيا يعني هذه اللقاءات مفيدة أم أنها متأخرة قليلا جاءت؟ لا هي مفيدة تماما أما من ناحية التأخير هي لا بالعكس هو الموضوع تسلسلي يعني نحن من الصعب أنك تبدأ تسوقي لشخص لم يكن جاهدا يعني ما كان جاهز فالهدف اللي نحن اللي كنا نعمل نشتغل عليه هو تأسيس الفرد تأمية قدراته معرفة كل إمكانياته بعد إن شاءه وخصوصا من خلال مثلا التعامل مع بلدينج ماركت من خلال الشركات المتوسطة والصغيرة اليوم بحاجة أي شخص لحتى خلينا نقول نكتفي ذاتيا يعني عموما نحن نتعودنا ربما على ننتظر مساعدة من أحد أو شيء من هذا القبيل لكن اليوم قادر المهندس السوري أن يبدأ يتعلم يؤسس عمله وحتى يعني ينجح بنجاح كبير إن شاء الله أستاذ خلدون أيضا يعني تعليق منك على هذا الموضوع هل تعتبر هي خطوة متأخرة ويعني ما هي الخطوات اللاحقة لهذا المؤتمر أو لمثل هذا النوع من المؤتمرات بالتحديد كما أسلف أستاذ خالد أكيد منا متأخرة لأننا كنا نبني في مرحلة البناء أخذت بعض الوقت نحن نختلف عن باقي الجمعيات الأخرى الموجودة في تركيا من ناحية التخصص البحت وكبر العدد الأعضاء الذي وصل حوالي ألف تقريبا مما يعني جهد كبير ومضاعف لتأمين البنية التحتية والتنظيمية لهذا التجمع الآن بدأت فترة الانتشار الخارجي الانتشار الخارجي بدأ من أكثر من سنة والآن بهذا الشكل بعدما تم تجهيز وتأهيل المهندسين أصحابي الشركات المتوسطة والصغيرة اللي يدخلوا سوق العمل التركي والانتشار والخطوات التالية إن شاء الله تكون بشراكات أكبر مع جمعيات الرجال الأعمال العرب إن شاء الله والأتراك لينحقق انتشار أكبر للمهندس السوري وأعماله قط مع الأتراك هل من الممكن أن يكون هناك تسهيلات من قبل الحكومة التركية هل هناك علاقة وطيدة بين هذا التجمع والحكومة التركية بالتأكيد كما أسلفت أنه نحن أعضاء في الـ الـ International Business Forum التي تضم الموسياد منظمة رجال الأعمال المستقلين أكبر منظمة لرجاء الأعمال الأتراك فنحن أعضاء فيها دعم مباشر من الحكومة التركية لا يوجد حاليا ولكن نحن نعمل لتطوير أعمالنا وجهود منتسبينها لنصل إلى خدمتهم ونفس الوقت يعود النفع عليهم وعلى المجتمع المضيف أما بما يخص اليوم من يبحث عن عمل يعني كثير من الشباب السوريين اليوم من حملت الخبرات وشهادات كذلك في سوريا وحتى في دول أخرى كما تحدثت ضيف الستوديو هل هذه بيئة خصبة لإيجاد فرص عمل مثل هذه المؤتمرات وهذه العلاقات مع الشركات الأخرى والمعارض لا شك هي فرصة وليست الحل الوحيد هي أحد الحلول الناجعة التي نرى فيها حتى لو حققنا جزءا يسيرا فبالتالي ساهمنا بشيء ما فرص العمل للمهندس السوري لا تزال محدودة للغاية في تركيا كما أصار إليها سميل أستاذ خالد هناك معويقات كثيرة منها اللغة منها تعديل الشهادة منها الأمور القانونية لكن بخطوة على الطريق ومهما نحصل على نجاحها فهي أفضل من لا شيء وإن شاء الله تكون خطوة على الطريق الصحيح يتبعها المزيد من الخطوات المثمرة إن شاء الله أستاذ خالد عن العلاقة أيضا تحدثنا قبل قليل تحت الهواء عن العلاقة بين رجال الأعمال والمستثمرين والمهندسين يعني ما هي العلاقة بينهما ربما نحتاج لشرح بسيط للمشاهدين ومن من ليس لديه ربما خبرة بعالم رجال الأعمال وأيضا تسجيلكم بالمسياد الذي تحدث عنها ضيف السكايد نعم هلأ بالمبدأ نحن موجودين في الـ IBF فهدف هذا المنتدى الاقتصادي هو جمع كل المؤسسات أو الجمعيات الاقتصادية حول العالم للتكامل فوجود تجمع المهندسين هو يكون وجود تكاملي يعني بمعنى اليوم صاحب المال بدون مشروع اليوم غير قادر على بدء مشروع تميز المهندسين عموما هو ابتكار الأفكار ابتكار الحلول هذا يعني اللي منتدرب عليه أصولا في الجامعة أو في الحياة العملية فدمج الشخصين أو الشخصيتين أو الفكرة مع بعض هو اللي حيولد مشاريع حديثة أو غريبة يعني اليوم المشاريع كلها تضخم اللي تحكم العالم خلينا نقول كلها تعبارة عن مشاريع هندسية يعني فيما يتعلق بالتكنولوجيا فيما يتعلق للتصالات هاي هي المشاريع اللي هي حتكون المستقبل فدمج المال مع المعرفة والابتكار إن شاء الله هو الهدف بوجوده هذا المضال ينطبق فقط على اسطنبول ومنهم في اسطنبول باقي الولايات التركية بالطبع في تجمع المهندسين الآن أكثر من ألف مهندس مسجلين رسميا ومتابعين لنشاطات التجمع هؤلاء المهندسون منتشرون على الأراضي التركية بشكل عام فغالبية اليوم في اسطنبول لكن لدينا أكثر من 150 أو 200 مهندس موجودين في المنطقة الجنوبية على أثر ذلك أسسنا ممثلية عن تاب وبدأوا بنشاطات لطيفة يعني بسيطة الآن لكن اليوم عندهم إن شاء الله الأسبوع القادم لقاء للتوسيع هذا العمل إن شاء الله وتوسيع الممثلية في المنطقة الجنوبية عن تاب بأخصبة لتواجد السوريين ورجال الأعمال إن شاء الله ننجح معهم سويا ماذا عن الداخل يعني علاقتكم بالداخل بنقابة المهندسين الأحرار في بروتوكول مباشر بدأنا نحن مع نقابة المهندسين الأحرار من حوالي الشهر تقريبا بدأنا التواصل معهم شكل مباشر حتى نتبادل الخبرات يعني في الداخل هم بحاجة إلى خبرات معينة بحاجة إلى دعم معين وبالتالي أيضا نحن بحاجة لهم فإن شاء الله فيه علاقة تكامل الحم تكون وحن أعلاننا قريبا إن شاء الله من خلال بيتوكول موقع أستاذ خلدون أريد أن أختم معك يعني هل نحن اليوم أمام بداية خطوة جديدة دعنا نسميها لمشاريع سورية قد تزهر في تركيا وفي دول أخرى غير تركيا هل نحن أيضا أمام خطوة جديدة لأن يكون هناك تشبيك مع ما له علاقة بالحكومة المؤقتة بمن هم يعملون بالداخل السوري كذلك موضوع التشبيك إن شاء الله قائم ونسعى لتطويره موضوع الحكومة المؤقتة ليس لنا حقا لأي ترابط أو تواصل معها مثل أفات زمينيح أن تشابق تشبيك حاليا مع مقال المهندسين الأحرار في الداخل مع بعض المنظمات الأخرى التي تعمل في الداخل وفي تركيا ربما تسمر عن مشاريع إن شاء الله قريبا جدا تفيد المهندسين عموما والسوريين المهندسين على وجه الخصوص والسوريين عموما وإن شاء الله تعود بالنفع على السوريين في تركيا وفي الداخل السوري وبإضافة تعود بالنفع على المجتمع المضيف أيضا لأننا نعتبر حالنا صرنا جزء حاليا منه لا نوكر هذا الشيء وإن شاء الله يكون في تعاون مستمر وتزهر هذه العلاقات من مشاريع استثمارية قريبا جدا إن شاء الله إن شاء الله شكرا جزيلا لك المهندس خالدون الملقي عضو مجلس الإدارة السابق في تجمع المهندسين السوريين كنت معنا من أسطنبول وكذلك ضيفي في الستوديو خالد أصواف رئيس مجلس الإدارة في تجمع المهندسين السوريين في تركيا أيضا من أسطنبول شكرا جزيلا لكم شكر موصول لكل من كان معنا بحلقة اليوم غدا حلقة جديدة ومواضيع جديدة إلى اللقاء